أعلن المهاجم المغربي حكيم زياش عدم العودة للعب مع منتخب المغرب وجاء هذا القرار بعد أشهر من الخلافات مع مدرب منتخب أسود الأطلس وحيد حليلوزيتش أدل زياش بتصريحات خلال وجوده مع فريقه تشيلسي في أبوظابي للمشاركة في كأس العالم للأندية ويقول لن أعود للمنتخب هذا هو قراري النهائي كل شيء واضح بالنسبة لي وأشعر بالحزن بكل تأكيد استمعوا إليه أفهمهم ولكن لا أستطيع أن أعود إلى المنشاركة أخيراً؟ نعم أخيراً 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 لأي ماذا يتحدثون هناك أخيراً أخيراً لأي وأن أتفكيراً على ما أفعله ويقوم بحديثة الآن على المشاركة هل تشعر أن تشعر أخيراً بعد الوضع؟ كانت من الملاحش عمل بالحزنين؟ أخيراً بأن أخيراً لأخيراً الأمر سؤال إلى الأمر ويجب أن يحصرهم ولكن في دخلتنا وملاحظة أخيراً لأخيراً أخيراً وبقىأتوى أولاً لا أعود إلى المنشاركة أخيراً لأموركي أخيراً لأولادونيكي؟ أخيراً وأنا بأن أتشعرني لأخيراً لأخيراً استبعد حليل زيتش زياش من قائمة المنتخب المغربي خلال الأشهر الماضية وبرر المدرب البوسني قراره بأسباب انضباطية أنا سامحت مرتين ربما لستم تعرفون ذلك هناك حدود لا يمكن تجاوزها وهذا ليس للمرة الأولى الذي حدث هذا وأعطيت هذا اللاعب رئاسة الفريق وأمامكم وأمام الجميع عندما تم الامتعاد منه وقلت للجمهور لا هذا ليس أمرا جيدا وأعطيته رئاسة الفريق أن حاكم زياش كان في الفريق الذي لعب في مصر واللعب الذي تعرض للإنتقاد الكبير هو زياش هناك 40 مليون مغربي قد يقولون كيف لك أن تختار لعبا لا يحترم القميص الوطني هذا ليس أمرا سهلا بالنسبة لي ولكن حالما يكون هناك شيء يتكرر فيعني أن إذا تكرر الشيء تقرر المغربيون علقوا مونير يقول قرار يحترم وأكيد هذا القرار جاء من غصة كبيرة في قلب اللاعب تعنت المدرب الفاشل والمحدود تكتيكيا سيجعلوا لاعبين آخرين يحدون حدوى زياش شياب فاطر يقول أحسن قرار اتخذت يا زياش لأنهم يحتقروا أبنائهم يطبلون لمن أرادوا ونعمل اختيار لأن الخطأ خطأهم حتى الحوار المباشر لم يتخذوه واتخذوا القرار الذي يحلو لهم ربي ياخذ فيهم الحق عبد الرحيم يقول ما يراه حكيم زياش داخل كواليس الجامعة أكبر مما نتصوره نحن قرار سليم ودرس قاسي للجامعة لترتيب أوراقها حتى لا يحب الجمهور قرار زياش يقول لك عماد عماد هذه تغريدته يقول فيها قرار صائب منتخب لنية أهل إلى كأس العالم مع وجود هذا المدرب المتعجرف وهذه الحكومة المتعجرفة سنوات عجاف تنتظرنا إذا لم نتحرك ضد هؤلاء الطغاة إبراهيم يقول مساعد مدرب تشيلسي يقول إنك تتحسن ويمكن الاعتماد عليك يوم غدا في بطولة الأندية لتعلم أنك لاعب عادي ولن يؤثر غيابك لا على ناديك ولا على المنتخب وجد نظر خاض زياش عمره 28 عاما 40 مباراة دولية مع أسود الأطلس سجل 17 هدفا لم يشارك في كأس الأمم الأفريقية بقرار من المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش وهو أحد نجوم فريق تشيلسي الإنجليزي وكان انتقل إليه بداية الموسم الماضي قادما من آياكس أمستردام الهولندي ليحقق لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي ودورية أبطال أوروبا في أول موسم له في الملاعب الإنجليزية شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها